بين فترة و أخرى تعلون ميليشيا الحوثي مبادرة سلام لكن هذا السلام الحوثي مخصص للخارج فقط أما اليمنيون الذين تشنوا عليهم الميليشيا حربها منذ خمسة أعوام فهم خارج حساباتها تماما أهلا بكم مؤخرا أعلن الحوثيون وقفا للعمليات العسكرية المنفذة بالطائرات المسيرة وصواريخ ضد السعودية داعنا الرياض إلى إيقاف الحرب ودخول في مباحثات سلام التهديئة التي رحب بها نائب وزير الدفاع السعودي أعقبها إعلان السعودية وقفا لعملياتها في بعض المناطق اليمنية بينها صنعاء وهو ما يجعل الدعوة مختلفة عن سابقاتها إذ تبدو كأن هناك من رتب لها خصوصا بعد إعلان واشنطن عن مباحثات بينها وبين مسؤولين حوثيين ودعوتها الرياض للدخول في مباحثات بين الجانبين يقول خصوب الحوثي إن الميليشيا دائما ما تتوجه بدعوات التهديئة والسلام باتجاه الأطراف الخارجية بحثا عن اعتراف وقبول من هذه الأطراف فيما لا تتعامل مع اليمنيين إلا كأعداء أبديين لا يمكن التوصل معهم إلى سلام ولا تقديم التنازلات لهم على الجانب الآخر يقول أنصار الحوثي ومؤيدو الدعوة للسلام مع السعودية بأنها تأتي في إطار إثبات أن الجماعة أصبحت قوة لا يمكن تجاوزها وأن توجوها بالتهديئة نحو الرياض نابع من كونها هي المتحكمة بالحرب وإذا ما توقفت الحرب مع الرياض فإن الحرب اليمنية تكون قد انتهت فعليا لماذا تتجه ميليشيا الحوثي دائما بدعواتها للتهديئة والسلام باتجاه الخارج وهل يمكن أن تنجح التهديئة هذه المرة بالنظر إلى التطورات الإقليمية الراهنة وهل ستنتهي الحرب اليمنية فعلا بمجرد اتفاق الحوثيين مع الرياض للنقاش سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحديثي ومن لندن الناشط السياسي محمد النعماني أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد النعماني تهديئة حوثية مع الرياض هل تنجح بإنهاء الحرب اليمنية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا دكتور محمد النعماني لا تكررني باسم قوة الحراكة الجنوبية الحقيقة هناك بوادر كثيرة جدا موجودة اليوم في اليمن ربما ابتداءا من المبادرة اليمنية الخاصة بوقف الهجمات على السعودية وفي الوقت نفسه الترحيب السعودي من قبل نائب وزير الدفاع باعتقادي هناك تشكيك في الترحيب السعودي على اعتبار السعودي حتى اليوم ما زالت تقوم ببعض الغارات الجوية الشيء الثاني كان يطلب أن يصدر الترحيب هذه المبادرة من قبل قوة التحالف يسمى التحالف العربي بعوزة الشرعية أن يصدر بيان يعني أرحب بهذه المبادرة وبالتالي حتى اليوم مجرد تصريحات علامية من قبل نائب وزير الدفاع وأيضا من قبل ولياء العهد لكن على الأرض هناك لزارة العمليات القتالية مشتبرة لزارة طيران لدول تحالف الأجوان والاحتلال يستهدف العديد من المناطق اليومية طيب أنتقل بذات سؤال لدكتور فيصل دكتور فيصل تهديئة حوثية مع الرياض هل تنجح هذه التهديئة بإنهاء الحرب اليمنية أصعد الله مساءكم الجمهور الكريم نحن من خلال تتبعنا للأحداث للحرب اليمنية الإقليمية لا أعتقد إطلاقا بأن الحرب على وشك الانتهاء هناك ضرورات موضوعية أدت إلى مثل هذه التهديئة ولكن هذه التهديئة ليس وراءها أي بوادر لإنهاء الحرب فقط هناك اختلاف في التكتيك الحوثيون أشعلوا معارك حربية للتعبير عن السياسة الآن يديرون حربهم بأدوات سياسية بعد الضغوط التي حصلت على السعودية بضرب البوارق عرض البحر بمنشآتها النفطية وكذلك بتراخي واشنطن من الحرب نيابة عن دول الخليج السعودي والإمارات ضد إيران كان ذلك صراحة وبالتالي الحرب قد إذا أفضينا إلى فرضية بأنها يمكن أن تنتهي ستنتهي ما بين الحوثيين والسعودية فقط لكن ما إن تضع الحرب أو زارها على المستوى الإقليمي ستنشأ حرباً يمنية بشكل مختلف أي أن الشعب اليمني ليس متصالحاً مع الحوثيين والحوثي يتعامل مع اليمنين باعتبارهم أتباع عبيد واليمنيون مواطنون أحرار لا يقبلون مثل هذا التصنيف فقط الآن مقرد أن تذعن السعودية والإمارات إلى التفاوض مع إيران سيصبح مسألة التهدية عبر الحدود ربما ينتقل إلى حوار مباشر لحماية حدودهم عبر الحوثيين لكن سيترتب عليه حرباً جديدة يمنية يمنية خالصة إذا ما تم الاستغناء عن دول التحالف وعدم تدخلها في القصف الجوي ضد الجيش الوطني لأن الحرب اليمنية مع الحوثيين شاب متوقفها القبهات متقامدة لمدة ثلاث سنوات والجيش منع أو قفف من الدعم واحتكرت الإمارات والسعودية حربها باعتبارها حرباً مع إيران في أرض يمنية واليمنيون متفرقون ويتقبلون كل المآسي المصبوبة على رؤوسهم في ظل غياباً تام للشرعية طيب لكن فيما يتعلق بالمبادرات دعني أنتقل أو أعود إلى السيد النعماني السيد النعماني أنت حدثت على مسألة التزام الجانب السعودي لكن في نقطة قبل ذلك لأكثر من مرة تقدمت ميليشيات الحوثي بمبادرات دعوات للسلام لكنها في الغالب تكون متجهة للخارج فقط أي السعودية أقصد لماذا لا نرى مثل هكذا توجهت نحو الداخل لماذا يبدو وكأن الحوثيين لا يرون اليمنيين ولا يهتمون أساساً بهم يا سيدي هناك اليوم لقمة للمصالحة الوطنية هناك دعوة اليوم للمصالحة الوطنية هناك مدوات ومكاكات تديرها مركز أبحاث عربية وعالمية حول مسألة المصالحة الوطنية وعودة كل اليمنيين إلى الوطن وبناء دولة يمانية حديثة ديمقراطية باعتقد أن الدعوة التي أطلقها الحكومة اليمنية أو المجلس السياسي بشان البصالحة الوطنية هي دعوة كاملة تحتوي على مسارات متعددة تزعو إلى السلام وتزعو إلى الحوار اليوم المعركة الأساسية الدائرة في اليمن هي معركة تقوضى الإمارات والسعودية ضد ما يسمى بجماعة الإصلاح والإخوار المشنبيين هناك أيضاً معركة داخلية اليوم الزوال التحالف الأدوان والاحتلال تفعي إلى تمزيق النسيق الوطني اليمني وبالتالي علينا نحن كيمنيين أن نبادر إلى الدعوة إلى السلام إلى الاتفاق إلى مواجهة هذا الأدوان وهذا الاحتلال وإيقاف الأدوان الذي يشن على بلدنا أو وطننا اليمن لأنه يجب نحن كالوقف سياسية أن نتحرك اليوم الأمور الأمامنا المشاهد أمامنا واضحة هناك مؤامرة يحيكها الدول الإمارات على أبناء شعبنا بتمزيق اليمن إلى كيانات ما يجري في المحافظات الجنوبية وما يجري اليوم في منطقة التربة في محافظة تعيز لا شك بأنه هناك مؤامرة تسعي إلى ضرب النسيق اليمني وتمزيق اليمن وإدخال اليمن في حرب أهلية بين قوات أبو العباس وجماعة الإصلاح والحوفيين والمجلة الانتكالي ونخبة الشبوانية والنخبة الحضرانية والنقبة السكراتية وهكذا اليوم علينا مواجهة التحديات اليوم علينا الدعوة نحن أن نبادل إلى الدعوة إلى المطالحة الوطنية قبل أن ندعو إلى المطالحة الوطنية علينا أن نطلح أنفسنا ماذا نبيل نحن بالضغط ماذا يجب علينا أن نعمل يا أخي هناك أمامك أنت تشاهد عملية الارتفاق عملية البيع والشراء عملية الصرد التي تستعمل لبعض عناصر بمجرد أنها تكون رأيها في القنوات الفضائية اليوم نحن أمام مؤامرة قصيرة لا بد من الاتفاف الواسع ومواجهة التحديات والتوجه نحو العمل والدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة يعود كل اليمنيين لبناء وطن جديد يمن جديد ما لم فاليمن مجزة وربما الوطن يكون في مهب الريح ونكون اليمن صومال آخر طيب دكتور فيصل سمعت ما تفضل به ضيف الآخر سيد النعماني يعني المسألة أن الآن هناك مبادرة من قبل الحوثيين تجاه حتى الأطراف اليمنية يعني الحوثيون في هذه الدعوة دعوا أيضا حتى الحكومة الشرعية يعني إلى الجلوس على المفاوضات دائرة المفاوضات وكذا هناك استقبلوا أيضا غريفيتس وعبد الملك الحوثي بنفسه التقابة وكان هناك حديث حول التوصل أو إعادة السناف العملية السياسية بشكل شامل لماذا تقولون إذن أن الحوثيين بهذه العدمية تجاه الآخر؟ الحوار بشكل عام هو فضيلة سياسية أن يجلس المتخاصمون على طاولة الحوار ليحددوا أهدافهم بدقة هذا شيء إيجابي لكن ما الذي يمكن أن نصنعه من حوار بعد مؤتمر الحوار الوطني وثيقة الحوار الوطني فيها كل الأدبيات والإقراءات التي تستكمل فيها اليمنون الانتقال السياسي الآن الحوثيين أرادوا تصفير العداد أرادوا نسخ هذه الجهود العظيمة لليمنيين في مؤتمر الحوار والعودة إلى أن يصبحوا هم الحكام الحقيقيين وفق شرط الولاية إذن إذا أراد الحوثيون أن يكونوا لهم مصداقية مع الشرعية أو مع أبناء تعز أو مع أبناء الجنوب أو مع الرافض للانقلاب عليهم أن يبدأوا بإثبات حسن النية القرار 22-16 ألزمهم بالانسحام من المدن تسليم السلاح عودة الشرعية وبالتالي يمكن إطلاق المختطفين فإذا ما على الأقل يعني يفك الحصار عن تعز يعني الآن ما الذي يستفيدنا منه في حصار تعز اليوم أكبر خسارة للحوثين هو حصار تعز هؤلاء أغبياء فيهم من الغباء السياسي لولا إيران التي تدعمهم فيهم غباء مطلق يعني أنت تحاصر مدينة فيها الآن مليون وعايشين بالطول بالعرض فقط تتعبهم في مسألة الانتقال للحوبان لكن المدارس شغل التجارة شغل الإعمار شغل يعني أنت تعمق في قلب اليمن نفسه حقدا عليك إذن علي من يبدو حسن النية حتى نستطيع أن نصدقهم لنقول بأنه يمكن أن يكون هناك حوار بمعنى يعني التقارب لشطب الآلم آلم الحرب والقراحة لكن العودة أيضا إلى من حيث انتهينا في مؤتمر الحوار لكن الحقيقة التي ينبغي أن نقولها من هذه المغالطات للحوثيين الحوثيون عندما يدعون للحوار فقط أرادوا إبطال مفاعل الرفض المجتمعي لهم كسلطة أمر واقع وكسلطة شرعية الآن من خلال دعوتهم للسعودية دعنا نحلل الموضوع من خلال معيار الأهداف لديهم أهداف واضحة وينبغي أن نكتشفها فهدفا هدفا حتى نعرف ماذا وراء هذه الدعوات أولا هم أرادوا إيقاف القصف الجوي لأنهم متضررين من القصف الجوي حتى يتسنى لهم إعادة ترتيب الوضع والقواعد بشكل أريحية حتى يتفرغوا للحرب اليمنية القادمة لأن المجتمع اليمنى يعتبر هؤلاء يعني مرض سرطاني في الجسم اليمني الهدف الثاني الدخول في حوار مباشر مع السعودية وهم أرادوا أن يكونوا في نهاية الأمر شرطة لحماية الحدود وربما أيضا يتفهموا مع السعودية والسعودية عندها استعداد أن تقبل بهم لأداء هذا الدور لا مشكلة معها كما كانت تتعامل مع الماليشيات القبلية الهدف الثالث انتزاع الاعتراف بهم على نطاق إقليمي اعتراف من الأعداء من الخصوم واعتراف محتمل جاهز من الحلفاء فإذا ما قرت بهم السعودية ستعترف بهم الإمارات ثم البحرين وبعد ذلك سينتقلوا إلى الاعتراف المباشر بهم قبل النقطة الإقليمية هذه قبل الحديث عن هذه النقطة والبعد الإقليمي لهذه المسألة دعني أتوجه بنقطة مهمة أنت ذكرتها فيما يتعلق بحصار تعز سيد النعماني هذه تعز التي لا يزال الحوثيون يفرضون عليها حصارا خانقا أمامهم هل يحتاج إنهاء الحصار إلى تهدئة وسلام شامل أم أن تعز يعني ليست السعودية ليرى الحوثيون أنها تستحق هذا السلام وهذا الأمن يا سيدي أكثر من مبادرة بما يتعلق بتاعز فشلت وأفشلها للأزب الكديد حزب الإطلاح يعني للأسف الكديد كان هناك في اتفاق على الضرورة أن تفتح كل المعابر في تعز ابتداء من الحوبان وهيكة العدل لماذا الإصرار على أن تفتح معبر الحوبان وتقلق المعابر الأخرى أمام حركة انتقال التجارة إلى داخل محافظة تعز بيأتي في تعز يوجد عدة منافذ تمام والشيء الثاني أن كل القوات السياسية اليوم تتقاسم تعز الجماعة الجيش اليمني واللجان السعبية في الحوضان وجماعة أبو العبات والآكلين في حوض الشراف والألقابي وجماعة الشرعية في وطن المعابر تعز بكلها تعاني من الجماعات الجهادية والثلفية وكل القوة السياسية متواجدة اليوم في ساعة اليوم يفترض أن يكون هناك اتفاق شامل لربع الحصار على المدينة التعز يكون هذا الحصار متزار من ما أرحضه البعض في الوقت الذي يرفع الحصار على معبر الحوبان يفتح الحصار على المعابر الأخرى اليوم هناك اليوم محاولات إماراتية لإغلاق هيجة العبد أمام حركة الإخوان المسلمين أو أمام التجمع اللي من للإصلاح يعني أنت تقول قبل قليل أن المشكلة بالإخوان المسلمين أنا الآن تقول حزب الإصلاح أو كما تقول والآن تقول للإمارات المشكلة لم أفهم من المشكلة بالضبط الآن السكتور يقول أن الصلطان الموجود في اليمن هم الحوطين يا أخي أنا اليوم أرفض أن يتعرض الإصلاح لهذه الضربة لهذا التآمر الكبير من قبل الإمارات نعم يا مليون تاجرين على حل مشاكلنا مع بعضنا البعض المبادرة الخليجية هي أكبر كذوبة مرستها في اليمن يا أخي صديقنا هل تعتقد أن هذه الدول الكرتونية بما يسمى بدول الخليج تستطيع أن تبني مجتمع ديمقراطي في اليمن لماذا هذا الكلب؟ اليوم علينا نحن كيمنيين أولا أن نستالح معهم فترة أن نرفع الحصار عن بعضنا البعض أن نلغي ثقافة التخوين وأن نعمل كلنا بأجل دعنا نسمع رأي دكتور في ذلك يعني الإصلاح الإخوان هم المشكلة في البداية وأيضا الإمارات أيضا يعني وعلينا دكتور أن نلغي ثقافة التخوين في الخطاب فيما يتعلق بالوضع في اليمن أولا التوصيفات التي تقفز على الواقع عادة تكون غير مستساغة ولا منطقية ولا مقبولة ولا أيضا تساعد على حل المشكلة بين اليمنين تعز يعني ملايين من السكان ليسوا إصلاح الإصلاح هو حزب سياسي معترف به مثله مثل جميع الأحزاب فإذا كان بين السعودية والإمارات خلافا مع الإخوان ومع الإصلاح هذا شيء يخصهم لكن نحن نتكلم عن تعز فيها ملايين من السكان ليسوا كلهم إصلاح ولا يمثل الإصلاح تعز أصلا فالحوثيون هم من حاصر تعز وتعز لم تحاصر نفسها فك الحصار عن تعز ينبغي أن يكون ممن فرض عليه الحصار لا يحتاج حتى إلى حوار يمني يمني ولا يحتاج إلى لقان مفاوضات يعني لماذا نعقد هذه الأمور نحن نقول للحوثين إنكم بهذا الحصار وهذا الاعتداء على اليمنيين تؤجقون الحقد والكراهية ضدكم وبالتالي لن يتصلح معكم اليمنيون حتى قيام الساعة ولكن عليكم أن تبادروا لماذا تحاصرون تعز افتحوا المعابر اعلنوا قلوا والله يوم الأحد للإثنين نحن سنفتح على الإعلان وتلفزيون سنفتح معبر الحوبان وستتجه السيارات من الحوبان لجميع المواطنين فإذا ما منعها الجيش الوطني داخل تعز أو المقاومة أو السكان فيتحملون نتيجة هذه المشاركة بالحصار أما إنه نشكل لقنة أولى ثم لقنة ثانية ثم لقنة ثالثة ثم حوار من أجل أن يفتحوا حصار فرضوهم على تعز هذه هذا عبث تعز ليست للإصلاح حتى يكون لهم عداء مباشر بين الإصلاح والعثين والإمارات فعلا تحاول أن تتسلل إلى المدن المحررة لتنشئ أحزم أمنية هذا شيء واضح وهي التي تمول القاعدة تمول أنصر الشريعة تمول أبو العباس وأيضا تحاول أن تخترق الألوية العسكرية لتقند بعض من قيادتها وتغريهم بالمال وكذلك لتشبك ما بين قوات في الساحل غير معترفة بالشرعية وإدماقها مع قوات موجودة على التماس لماذا الإمارات أصلا تبقي المخاء خارج إطار تعز نحن ينبغي أن نقر بأن السعودية والإمارات يمارسان دورا عدائيا لليمن أرقام اثنين ينبغي أن نعلم بأن أصل المشكلة أن الإنقلاب الحيوثي هو الذي دمر الانتقال السياسي وأخرج الحوار الوطني عن السكة ثالثا الحوار اليمني يحتاج إلى إبداع حسن النية من المعتدي الداخلي على الحيوثيين ألا يقفزوا على الإرادة الشعبية الرئيس عبد الرب منصور مع كل ملاحظتنا السيئة على أدائه فهو منتخب من الشعب أو على الأقل متوفق عليه ومع سوءه يبغي أن لا نقفز عليه نعرف بأنه فريق الشرعية والحكومة أداءهم سيئة يعني ألقوا بظهورهم لليمن وبالتالي ظلوا في خارج يعني في الرياض لا يلقون بالا لهذا الانتهاك لا من الحوثيين داخليا ولا من الإمارات والسعودية وتركوا فراغا كبيرا لمثل هذا التعقيد والتداعيات اليوم نحن إذا أردنا حوار سيتحاورون معامل مع الإصلاح باعتباره قوى سياسية مش صحيح إذن عليهم أن يعيدوا الأوضاع إلى وضعها الطبيعي الاحترام الإرادة الشعبية هناك إرادة شعب من فوض الحوثيين بالحكم يعني تجمهروا مذهبيا في صنعات قوة السلاح وأسقطوا الدولة وقالوا نحن ثورة أي ثورة يعني ثورة لإلغاء النظام الجمهوري ثورة لإلغاء الدولة ثورة لإلغاء القانون ثورة لإعادة الحسين وعلي بن بطالب والخرافات والمهدي المنتظر هذه أمور تقاوزها العقل اليمني ولا يمكن أن يقبل بإعادة مثل هذه الخرافات السياسية ومثيدولوجيا الإمامة لكي تسيطر ويحتكبون إليها يعني مسألة السيد والعبد هذه معادلة غير منطقية وغير ممكنة عليهم أن يغيروا خطابهم السياسي حتى نتعاطى معهم كطرف سياسي يكون ندا للأطراف السياسة الأخرى وتسلم جميع الأسلحة للدولة لفريق جيش محايد لم يشترك في النزاع ويمكن أن يتفاهم حولها حتى لو تشكل حكومة من الشخصيات خارج إطار المتصارعين وهذا متاح اليمن مليئ بالوطنيين الذين يمكن أن يودوا هذا الدور ولكن هل أتيح لهم أداء هذا الدور؟ أبدا لم يتح لهم لا من الشرعية لم يتح لهم من الإمارات الصعودية ولا يتح لهم من الحوثين وبالتالي اليوم هناك تهميش للشعب اليمني سيعود الحوثي إذا صفى قلنا مشاكله مع السعودية سيعود إلى حرب يمنية طاحنة وسيتم التخلص منه اليمنيين أعلنوا رفضوا علي عبدالله صالح الذي كان يمتلك قوة عسكرية جبرة تضاهي قوتهم عشرات المرات وبالتالي أسقطوه وذهب بعيدا من السلطة فكيف يمكن أن يقبلوا أناس يعودوا بنا إلى مضارب بني سعد وإلى القرن الأول الهجري مراك سيد النعماني خطابة العنصرية هذا الطائفية الذي يقول هذا الدكتور هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديد يا أخي يجب أن ننتقي في خطابنا لإعلامي ونوجه خطابنا نحو الوئام والمحبة والتعايش مع الآخرين إذا كان أنت لستستطيع أن تتعايش مع الآخرين هذه مشكلتك أصلاً وليس مشكلة الحوتيين أو الإصلاح أو الإفوان اليوم علينا أن ندعو إلى المصالحة الوطنية إلى المحبة إلى الاتئام إلى حوار يمني يمني أيها المانح من الحوار اليمني اليمني أيها المانح أن نقلس على طاولة حوار أيها المانح أن نتحاور مع بعضنا البعض حول مستقبل اليمن ومستقبل بناء نظام السياسي الحديد لم ياتوا لنا من المريق هما ذكر زينا أقاؤوا من أصدهد المدة سبعة حروب وبالتاني علينا أن نقلس هؤلاء الناس هما رفاق السجون في زمن حكم علي عبدالله صالح هؤلاء الناس عانوا من حروب سبعة هؤلاء الناس تعرضوا للإصهاد هؤلاء الناس تعرضوا لأشياء كبيرة جدا علينا أن نقرب أن نبدأ بالحوار أن ندعو إلى السلام أنت أستاذ جامعي يترض أن تدعو طلابك أيضا إلى تعزيز الوحدة الوطنية إلى التعايق إلى القبول بالآخر إلى الاكراف بحرية الناس بمارسة شعارة بالدينية والعقائدية لكن إذا كان أنت كأستاذ جامعي للأسف الشديد تتخاطب بهذه اللغة تالي بالأطرح كأكي مشكلة مشكلة كبيرة جدا نحن نحن نتحدث عن الموضوع بشكل عام في نهاية المطاف سيد النعماني في نهاية المطاف كان هناك حوار شامل وكانت هناك مخرجات حوار والحوثيون هم من اختطفوا مخرجاتها نحن النقب السياسي للأسف السديد نظرنا على علي عبدالله صالح لكي مارسة ترهيب ضدنا نظرنا بكل الأنظمة اللي موجودة في اليمن نحن لا نمتلك أولاً كنخر سياسينا قرارنا السياسي يعني ولا نستطيع أن نقول لا اليوم نجرب نقول لا وندعو أيضاً إلى الوحدة إلى التسام إلى المصالحة الوطنية هناك مبادرة للمصالحة الوطنية يجب أن ندعو أن ندعو يعني فريق المصالحة الوطنية في اليمن إلى تقديم رؤية حول آلية المصالحة الوطنية هناك تجربة جنوب أفريقيا يمكن أن تتطبق في اليمن أن تتحمل الدولة يعني مسؤولتها في معالجة يعني ضحايا الصراعات السياسية مد ثورة 26 تبتمبر وحتى اليوم يعني الخطاب العالمي يجب أن يرسقي ونبتعد عن الخطاب الصائفية والعنصرية ونوجه خطابنا نحو التسام دكتور فيصل لماذا دكتور فيصل لماذا لا تدعون لتدعون إلى الوحدة لماذا لا تدعون إلى نبذ هذه العنصرية لماذا هذا الخطاب الذي تقدم الآن ما شاء الله والله صراحة الدروس الدروس الأخلاقية التي أتلقاها من ضيفك في لندن مثيرة للضحك والسخرية يعني أول مرة اعمل مصالحة بين أبيان والظالع ويافع وبعدين تعال اعمل لي محاضرة في مسألة المصالحة والوحدة الوطنية اعمل مصالحة بين عدن وحواليها وشبوة اعمل مصالحة ألا تطرد المسكين التعزي اللي تسمد إحباشي وتدخله وتسحله بالشارع يعني هذا نتاقكم أنتم أنتم بالحرك لا تقاطع لا تقاطع بخطابك هذا الإعلامي خلي الناس يقرأوك تفضل دكتور فيصل لا تقاطع لا تقاطع أنا سمعتك أنا سمعتك وما عندي إستعداد يقضل معك أنت تعني للوحدة الوطنية من 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 يرفض الوحدة الوطنية رفض اللي يرفض الوحدة الوطنية هو الذي انقلب على الشرعية شمالا وهو الذي انقلب على الشرعية قنوبا هؤلاء هم الذين يرفضون الوحدة الوطنية الحوثين أرادوا دولة مذهبية في صنعاء والمجلس الانتقالي الذي خرج من بيضة الحراكة الجنوبية أراد دولة القنوب العربي التي لا وجود لها في التاريخ والآن هناك حملة كبيرة يقول لك والله أنا أنا قنوب عربي أنا لست يمني يعني مثير للضحك والسخرية أول مرة إقنع عن تل القنوبين أصحابك وانت رافض أنك تكون يمني تقول لي أدعو للعنصرية تصالح بين الظالع ويافع وأبيان وشبوة وبعد أن تعال أعمال لدروس خلينا أمشي على عدن كمواطن يمني دون إهانة وبعد أن تعال كلمنا عن الوحدة الوطنية لا تعتدي على الناس بالشوارع وتسحلهم لمقرد أنهم شماليين أو دحابشة من أبو من تعز يا رجل صلي عن نبي عيب دكتور حتى لا يذهب النقاش إلى منحنيات أخرى لا نريدها الآن أسألك سيد النعماني في البعد الإقليمي في البعد الإقليمي سيد النعماني ما علاقة هذه التهديئة بالمباحثات الحوثية الأمريكية في مسقط يعني هذا يبدو وكأنها يعني هذا التطور يبدو وكأنه استجابة أو تمهيد لدعوات واشنطن للرياض بالشروع في مباحثات مع الحوثيين أليس كذلك؟ يا سيدي قواعد الاشتباك في معارك القتال السغيرة اليوم يعني 75% من الانتاج النفط العراقي النفط السعودي يعني باعتراف محمد بن سلمان 5.5 من 10 من الانتاج العالمي يعني راح اليوم يعني العمود الاقتصادي التي كانت تعتمد على السعودية في تموين الحرب أن تهرامك اليوم قواعد الاشتباك استطاعت القوة الصاروخية الليمينية أن تصل إلى ما وراء الرياض اليوم يعني اليوم يعني القوة قوة الرفع اليمينية استطاعت أن تفرب قواعد اشتباك جديد وتفرب على السعودية القبول بمبادرة كيري الذي قد تمت قبل 2000 وتقريبا و17 في مستقف اليوم وزير الخارجية الأمريكية ذهب إلى مستقف وهناك مبادرة من قبل سلطنة عمان نجحت في إقناع كل الأطراف المالية في القلوس على طاولة حوار والتفاهم حول مستقبل الحرب ومستقبل الأدوان في اليمن وبالتالي علينا نحن كنقبة سياسية ثقافية ساتة أن نشجع الدعوة إلى السلام في اليمن أن ندعو إلى إنهاء العزوان وإلى طرد القوات الإماراتية من جنوب اليمن وإلغاء خطابات التكويل وإلغاء ثقابة العنصرية وثقابة الشلالية والبراطقية والبنز بصفحة جديدة الصفحة الجديدة هذه من خلال البصالحة الوطنية الكاملة في اليمن بإعتقاد فيما يتعلق بالحسابات الدولية وكذا التطورات الإقليمية دكتور فيصل يعني أقول البعض أنه بالنظر لهذه التطورات الإقليمية الراهنة يبدو أن الملف اليمني سيكون ساحة للتسويات بالتالي فإن الدعوة هذه دعوة الحوثين نحو السلام وكذا الرد الرياض عليها يأتي في هذا الإطار هل تتفق مع ذلك يا أخي الكريم السعود يعني إذا كانت السلطة الشرعية الممثلة لليمن قد فقدت سيادتها بإعطاء الملف اليمني للسعودية بشيكا على بياض دون أي اتفاق قانوني فإن هذا ينطبق أيضا على الإمارات والسعودية التي أيضا تعملان تحت كوكيل للغطاء السياسة الدولية يعني كل دول المنطقة مقرد أراجوزات في يد اللاعبين الكبار يعني ما ستقرره في نهاية الأمر واشنطن ولندن هو سيمضي يعني كانت تعول إمارات والسعودية على أن هذه الحرب ستقر إيران إلى مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وخذلتها واشنطن وخذلها ترامب الآن بدأت تعيد اعتبارها أو تعيد وجهة أو حسابتها لأن أصبحت ظهرها مكشوف وأصبحت أيضا بئيسة يعني تصور لو كانت اليمن دولة موحدة ودولة ليس فيها انقلاب ودخلت باشتباكات مع السعودية ربما كانت تسقط السعودية بالشهر الأول يعني هذه الحرب كشفت ضعف السعودية على المستوى المادي والعسكري وعلى المستوى السياسي تتخبط يعني السعودية اليوم بدل من أن تتحارب مع إيران على أرض اليمن كانت بإمكانها أن تهزم إيران بشكل مختلف هناك يقال هناك قاعدة رياضية تقول بأن أقصر الطرق بين نقطتين هو الخط المستقيم الخط المستقيم لهزيمة إيران وكذلك الالتفاف على المؤامرة الدولية والخطة الدولية هي أن تدعم الإمارات والسعودية الجيش الوطني بالسلاح والعتاد والمال وهو سيحرر اليمن دون خسارة مذهلة كما هو حاصل الآن ولكن هي تفكر كيف تفكر أن تدمر اليمن لتصبح دولة من زوعة السلاح وكأن الخطر الحقيقي هو اليمن وليس إيران وليس الشيعة في العراق وليس الشيعة في سوريا وليس الشيعة في البحرين وليس الشيعة في المحيطة في الشرقية وفي الإمارات يعني هناك تفكير سياسي ساذج من السعودية هي الآن ستجني ثماره عكسيا يعني لا نستطيع أن نحل المشكلة اليمنية دون أن يتولى اليمنيون إدارة شؤونهم بأنفسهم وعليهم أن يكونوا داعمين لنا أما إنهم يأخذوا القرار السيادي ثم يمارسون الوصاية غير القانونية علينا ويهمشوا أيضا الشرعية يعني هم أنفسهم الذين استقطبوا عشرات الآلاف من المستشارين والحكومة ويمنعهم من العودة يعني الإمارات من السنة الأولى في الحرب رفضت أن تعود الحكومة لأنها تريد فراغا حتى تشتغل عليه وبالتالي اليوم حصلت إلقلاب في الشمال وإلقلاب في الجنوب وأنا أحذر على أن هناك إلقلابات قادمة في الحديدة بقوة حراسة الجمهورية وهناك إلقلابات قادمة في شبوة وفي حضر موتو في البهرة ما لم تتغير طريقة التعامل وإبداع حسن النية الحوثيون المعتدون علينا عليهم هم أن يتركوا الاعتداء حتى ننتقل إلى طاولة الحوار بيننا وبينهم قد لا أكون فهمت سؤالك بشكل جيد نتيجة أنا شهد سيد النعماني وهو يومي برأسي أريد أن أسأله إلى أي درجة يتفق معك في هذا الطرح خصوصا أيضا في السياق أن جماعة الحوثي دوما ما يبدو وكأنها تريد أن تحصل على اعتراف السعودية وكأن هذا أكبر أكبر ما تريده وكأنها يعني ليست لديها مشكلة في أن تقطع علاقاتها مع إيران إذا كانت حظيت لدى حظيت بالقبول لدى السعودية كيف ترى المسألة أنت سيد النعماني أنا أتبق مع تكتور حول إما السعودية والإمارات مع دويين لك شعبنا في اليمن بالتالي لاحظت السعودية ضربت الشرعية من الوريد إلى الوريد يعني الإمارات ضربت الشرعية من الوريد إلى الوريد وضربت السعودية المجلس التكالي من الوريد السعودية اليوم والإمارات ليس من صالحهم أن تكون هناك قوة حية في اليمن تستنهد الوعي السياسي اليمني لمواجهة أي عدوان قادم أي استقطاع للأرض أي احتلال للأرض في اليمن وبالتالي التفت اليوم الإمارات والسعودية على ضرب القوة التي حاربت معها في منطقة الساحل الغربي وفي مناطق البقع وفي مناطق ما وراء الحدود يا صديقي اليوم السعودية تسعي إلى ضرب القوة التي كانت يوم من الأيام أحد عمستها الأساسية في الحرب التي استمرتها خمس سنوات وبالتالي لاحظ أنت اليوم الكطابات السحريضية التي تتشنها الإمارات والمجلس الانتقالي والسعودية ضد قوة السياسية معروفة بالجميع هي الإصلاح والإصلاح حزم السياسي عريق لدى قاعدة سياسية قوية جدا في محافظة السعود ولذلك تسعى كل القوة الآن الإمارات إلى ضرب عن القوة من خلال جماعات أبو العباس والجماعات تنظيم القاعدة والدواعف والجماعات أخرى الشيء الثاني نحن أمام سيناريو اليوم موجود في المنطقة في اليمن تقسيم اليمن إلى دويلات اليوم إيران زولة إقليمية استطاعت أن تفرض نفسها في المعادلة السياسية الدليل على ذلك أنها عين السفير لحكومة صنعها في داخل إيران واعترفت به وتم قبول براسيم تعيينه من قبل وزير الخارجية الشيء الثاني الشرعية هذه ضربت إذا كان الرئيس عدرب بصور هذه الرئيس الفارل لا يستطيع أن يزور عدم اليوم تسعد مملكة السعودية إلى نقل العاصمة من ذاكى العدم إلى محافظة شبوى بالتالي اتفاق مع الدكتور نحن أمام سيناريو جديد أمام مفاجآت جديدة ربما تكون منطقة الساحة الغربي أحد هذه المفاجآت وتشبوى وحضر موت والمرأة اليوم إذن هناك بعض نقطة الاتفاق له حسن الحظ على الأقل في هذه الحلقة طيب أعود إليك دكتور فيصل فيما يتعلق بأنه في نهاية المطاف هذه التهديئات والترتيبات لمباحثات ما بين الرياض والحوثين يبدو بأنها برعاية من واشنطن إذا ما نظرنا إلى أحداث أيضا عدن يبدو أن الأمر يأتي بسياق متصل وسياق واحد سياق تصفية السلطة الشرعية استبعادها من المشهد نظرا إذا ما تريد لضعفها لفسادها لابتعادها عن الواقع فيما يتعلق بأحلام اليمنيين لكن السؤال الآن ما الذي لا يزال بيد الشرعية بيد الرئيس عبد الربو منصور هذه القيام فيه لإستعادة دور في هذا المشهد ولأن يخرج من أن يكون كما تقول يعني مجرد أداء بيد الرياض وأبوظبي أولا الرئيس عبد الربو منصور هادي هو راضا بهذه الصورة التي وضع نفسه فيها لا نستطيع أن نتحدث بأنه تحت الإقامة الجبرية ولا نستطيع أن نقول أنه مفروض عليه وله عليه توقيهات وحصار هذه أكاذيب ومبررات من الفريق المنتفع حوله وهم يربحون ملايينة دولارات وتنفق علامة سعودية وكذلك يتاجرون حتى في داخل البلد في البترول وفي الاستيرات والتصدير وفي الغاز وفي النفط وفي كل شيء ولو أنه رفض هذه الخيارات التي ارتضاها لنفسه فالبدائل كثيرة يعني أنت كيف تستنقض أولا بدول لتعينك هي غير قادرة على الدفاع عن نفسها وبما أنها وصلت إلى فشل دريع كيف تستقر فيها وكأن البدائل منعدمة يعني لازل الرئيس عبد الربو منصور في الجانب الشكلي والقانوني هو رئيس اليمن وهو الذي يستطيع أن يتخذ سلطة القرار ليعترف بهذا القرار سواء في التعيينات أو في أي ترتيب سياسي يعني اليوم الرئيس عبد الربو منصور ماذا لو قرر العودة وليس اليمن ذهب لديه مشروع سياسي في إيجاد بدائل وخيارة أخرى يعني أنا اليوم كسياسي قد أضطر إلى أن أذهب إلى طهران أذهب إلى طهران بدل أن يكون الحوثيون هؤلاء شوك في خسرين اليمنين نقول لطهران والله نحن كدولة إيمانية مستعدين أن نكون حلفا معاكم ما فش داعي تعملوا لنا هذه الفقاعة هذا كمثل ما فعلت قطر قطر عندما انقلبت عليها دول الخليج وهي عض أساسي مؤسس في دول الخليج فعلت ذلك وليس عيبا ولا معنى ذلك أنها خيانة في نية الأمر المصالح تقتضي أن تعيد ترتيب سياستك مع الصين مع تركيا مع قطر مع روسيا مع دول أخرى متعددة مستعدة أن تدعمك لكن دكتور كل هذه الدول ليست لها حدود مع اليمن التي تتحدث عنها كلها في نهاية السعودية هي من تملك الحدود مع اليمن بالله إيران إيران لها حدود مع اليمن حتى تستطيع أن تدعم الحوثين إلى هذا الحد حتى إنها تؤلم السعودية عن طريق دعمها للحوثين الفارق الكبير الفارق الواضح يا سيدي بأن إيران تحترم حلفائها لذلك تستطيع أن تنتصر بهم بينما السعودية تهيل حلفائها لذلك يعني هزموا بها وهزمت بهم طيب أرى الدكتور النعماني السيد النعماني يتفق معك أرى السيد النعماني يتفق معك لكن أريد أن أسأله في نقطة سيد النعماني يعني ما الذي يجعلكم تعتقدون أن الحرب ستتوقف وأن تبدو المتفائل والذي تدعو إلى خطاب الوحدة وعدم العنصرية وما شابه طالما أن اتفاق الحوثيين هو مع الرياض فقط في نهاية المطاف اليمنيون يواجهون الحوثيين بشعارات وطنية لا علاقة لها بالسعودية هذا يعني أن الحرب وإن حصل اتفاق بين الحوثيين والرياض الحرب ستستمر يا سيدي أنا أتفاق مع التكتور أن إيران دولة محترمة تحترم حول غفاء أما السعودية تهينهم وتضردهم وتشردهم وأكر الأكبر أن السياتيين الموجودين عملوا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أصحابه إلى الحبكة اليوم الكثيرين من المعارضين للسعودية للإمارات موجودين في أديثة بابا أنا أقول اليوم في مشاورات في حوارات تدرى بين مختلف القوى السياسية ما فيها حزب الإطلاع يجري حوارات مع جماعة الإخوار المسلمين هناك مع جماعة أنصار الله والجيش الأمني واللقاء الشعبية اليوم الخناك بات أكبر على المملكة السعودية على الدول السحالة في أنه اليوم ملف يفتح في محكمة الجناعات الدولية لمحاكمة هذا الأمر وضح سيدة نعماني هل ستقف الحرب إذا كان هناك اتفاق بين الرياض والحوثيين برأيك؟ الأطراف المعنية الدولية هي التي اليوم تسعي إلى إيقاف الحرب الشرط الذي طرحته إيران للعولات المستحرة الأمريكية للقلوس على طاولة حوار إيقاف الحرب في اليمن رفع الحصار مقابل للقلوس على طاولة الحوار ما بين الدول الإقليبية والدول تصارع المصالح في المنطقة اتفاق مع الدكتور ما فيش علاقات دائمة فيه مصالح دائمة اليوم وفقا لخريطة الأوضاع بداخل اليمن دكتور الآن إذا ما توقفت السعودية عن دعم من تريد في اليمن باتفاق مع الحوثيين ألن تنتهي بالفعل الحرب بداخل اليمن؟ يا سيدي اليوم الحرب تنتهي في ذاكا اليمن على اعتبار أن القوة السياسية الحرب تنتهي في اليمن حتى القوة السياسية التي كانت تحارم مع السعودية اليوم ذهبت للسوار دكتور فيصل لا تسمعني المعذرة سيد النوماني السؤالي إلى دكتور فيصل فيصل صدل نعم دكتور فيصل أسألك إذا ما توقفت السعودية عن دعم الأطراف التي تدعمها في اليمن ألا تتوقع أن الحرب بالفعل ستنتهي؟ الحرب أنا قلت في بداية الحلقة بأن الحرب إذا ما توقفت السعودية من الحرب ضد الحوثيين وضد اليمن ستنتهي بين الحوثيين والسعودية فقط لكن الحرب بين اليمنين لن تنتهي لأنه لا يوجد أي خطوة من الحوثيين تبشر أو على الأقل تقدم مغريات حقيقية سياسية حقيقيات تبدل جدية بأنهم أطراف سياسية من عندهم استعداد للدفاع عن هذا الوطن والعمل في ظل بلد أو دولة واحدة خارجا عن هذه السياقات المذهبية يعني اليوم المعركة في اليمن في نهاية الأمر يا أخي الكريم الحوثيين هم يشبهون حزب الله بالضبط هم بيدق إيراني اليوم المستفيدة الوحيد من الحرب هي إيران إيران تحارب خارج مقالها الحيوي وبالتالي بعيد المخاطر عنها تريد أيضا أن تفرض أن تفرض حوارها مع الغرب في الملف النووي والحصار بشكل أكثر إيجابية يعني في نهاية الأمر تحرك بيادقها في كل الإقليم وهي المستفيدة الوحيد ونحن الخصر هلين في المنطقة شكرا لك دكتور فيصل الحديفي أستاذ عدوم السياسية بجامعة الحديد أشكر موصول لك أيضا سيد محمد النعماني النشط السياسي كنت معنا من لندن أشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر